السلام معاكم علاوي حاب أسألوف معاكم عن حياة اليومية وأنا من الكويت والذي ما يعرف الكويت مكانها هنا درسة الحرارة عندنا في الصيف شيء مو طبيعي عندنا توصل درسة الحرارة فوق الخمسين حسب البرج الحرارة اللي مر عليك اليوم على الخط السريع عاد مادر شكل البرج هذا يقول الصج علشان بادش الرمان نقوله تعالنا بإجازة حق الصيف درسة الحرارة لنها عالية حق الصفح ولا لما تقوم الصبح وتفتح عينك من قوة الشمس ماي تقدر تشوف فيها تحس كأن الشمس لاحقتك قاعد تقولك تعال تعال أبيك وأحلى شيء اللما تكون تراكم السيارة تحس كأنك راكب فرن فلا تلوم السياغ لما تشوفهم بالشارع ناس معاصمة ومن نفسه فيعطيهم كما ألف عافية الناس اللي قاعدين في الجو الحر هذا في الصيف يعيش تغلون يخدمون بلدهم ففي الجو الحر الشمسي هذا تقدر تستفيد من الطاقة الشمسية تقدر تطلع برا وتقدر تطلخ على الأرض هذا يعني أبسط طاقة بصراحة تقدر تستفيد منها من الطاقة الشمسية بس هذا مو موضوعنا الموضوع وهو بصراحة يعني أنا حاب أتكلم فيه كوجهة ناظري يعني في بعض من الناس تروح البهار أو تروح الحمام الصباحة تروح تسوي لك السنتان تحط لك الاولتان عليهم ويقعد لك من ثلاث ساعات لأربع ساعات يسوي لك اللي هو السنتان أنا مستغرب يعني شلون في درجة الحرارة العالية هذه وجسمك تحمل السنتان يعني أرض نار حتى لو تفرش فوت وتحطها على الأرض نار وفوق هذا كلها الشمس حارة يعني أنت رح تطلع من البحر شكل كتنك واحد مشوي فنصيحتي يعني اللي حاب يروح البحر يتشمس إذا كانت بشرة لونك سودة رحت أو ما رح تشمس رح تضل نفسك يعني ما رح تتغير بس إذا كنت سمار عاد أنت رح تصير أكيد يعني رح تتغير لونك أكيد رح يصير لون الأسود يعني بس إذا كنت أبيض إيه يسوي أنك تروح البحر تقعد نص ساعة تقريبا تتشمس عشان تصير لونك ذهبي ما رح أطول عليكم إن شاء الله عجبتكم الحلقة أشوفكم إن شاء الله في حلقة ليايا اشتركوا في القناة